أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين صدق الله العلي العظيم قصص الأنبياء صلوات الله عليهم وصلوات الله على نبينا وآله هذه القصص منتشرة في أكثر من سورة مثلا قصة نوع الصور حوالي تسع سوار عشر سوار أكثر أقل قصة موسى نفس الشي بعض الأنبياء الآخرين قصصهم وسيرة حياتهم منتشرة في عدة سور ليه شابه الجواب أنه القرآن أساسا ليس كتاب قصة ولا كتاب تاريخ كما قلنا سابقا بل هو كتاب موعظة وبصيرة وإرشاد للناس القصص الله يجيب بالقرآن للاستدلال للبرهان العيني يعني عندما يطرح موضوع في سورة ما يحتاج إلى برهان من الواقع المعاش من الواقع الذي عايشوه الذي عاينوه هذا الواقع يأتي بشكل قصة هذا أولا ثانيا بعض القصص المهمة مثل قصة نوح وقصة موسى عليهما السلام وبعض الأنبياء الآخرين هذه بمناسبة الآية التي قبلها انتفتوا انت لو من تقرأ القرآن تصل إلى آية هذه الآية بمناسبتها يأتي الله بقسم من القصة مو كل القصة مثلا اما بالمثال دعونا نقرأ احنا شنو قرأنا صادقا آخر آية التي قرأناها البارحة في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يشرح الله سبحانه وتعالى للناس المشركين وغير المشركين ويطلب منهم الاهتداء إلى الحق بعدين يقول متاع في الدنيا هذه الأمور التي تتغنون به وتفتخرون به وتتبرجون به من مال وأولاد وقوة وعسكر وووو وإلى آخر هذا متاع متاع قلنا أنه الشيء الذي يستفاد ويرمى ولا يستفاد منه هذا متاع متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم كلكم ترجعون إلنا قيام أكو معاد أكو ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فبالنتيجة آيات تلوناها في الليالي الماضية كلها موعظة وإيقاظ للضمير البشري الإنساني أيها الإنسان دير بالك أنه رح يجي يوم أنت تتحسر تتأسف على ماضيك وأيضا إشارة إلى العذاب الدنيوي أيضا ليش؟ لأنه في آيات أخرى اغتلوناه سابقا في هذه الليالي الماضية أنه يأتي عذاب دنيوي أيضا مثال شنو؟ هل حدث هذا في التاريخ؟ نعم أطل عليهم نبأ نوح شوفوا فالمناسبة نسميه بعلم التفسير نسميه السياق السياق يعني الآيات يجب أن تتساءل تتناغم مع بعضها تتناغم بما أن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب الظالمين والمجرمين في الدنيا قبل الآخرة خب جيب لنا في الواقع في الشاهد في البرهان مثال المشركون كانوا سامعين بقصة نوح ليش جاب قصة نوح هناك؟ ليش جاب قصة موسى وبعدين جاب قصة يونس ثلاث أنبياء يذكرهم الله لأن المشركين في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية كانوا قد سمعوا أن هناك طوافان صار في العالم وجرى الماء في كل حد وصوب وكانوا قد سمعوا من أجدادهم وآبائهم أن سفينة لنوح النبي سامعين هالشكل ما يدرون تفاصيلها شنو بس أكو في ذاكرتهم هذه المعاني فرأسا يقول يا رسول الله اطلع عليهم نبا نوح بعد ما يجيب القصة كلها لماذا؟ لأن الآن مكان ليس قصة أنه يجيب كل قصة قصة النوح طويلة جاية في مكان ثاني اللي يمكن أن تققرأ في حياة النوح سلام الله عليه خب احنا ندري أن القرآن يقول أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما بعض المؤرخين يقولوا ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة فترة نبوته وإلا قبل كان عقود من الزمن هو عايش يقولوني هو آية ما هذا يجيب 800 سنة يجيب فهي قصة كبيرة يعني طويلة في هذا السياق لأن قلنا القرآن السياق أكو بين الآيات الآية التي تأتي يعني تأتي بعد تناسق وتناسب الآية السابقة يقولوني كانوا سامعين قصة نوع طويلة قلت أنه عاش هناك ويقولون ثلاث مرات طلبة من الله العذاب كل مرة كل ثلاثمائة سنة لسا ما أدري قومه أيضا كانوا طويل العمر أو لا في بعض الكتب شفت اليوم أنه لا مو كلهم طويل العمر يعني مو يعمرون هواية 300 سنة 400 سنة يموتون يعني أجيال تلاحقت الجيل الأول 300 سنة كفروا بربهم وما قبلوا موعظة نوع طلب من الله أو أراد أن يطلب من الله أراد أن يطلب من الله الملائكة يجوا سفر الله سفراء الله يعني وحش تلسوي قال لي أريد ألعنهم أريد أطلب العذاب من الله قالوا لا أعطيهم مهلة طبعا هؤلاء ليس جاين من قبل الله جاين مرة ثانية 300 سنة مرة ثالثة 300 سنة اشقال صار 900 سنة بس بعد لم يلدوا إلا فاجرا كفارا الحجة يجب أن تتم وتكمل أنا شفت في رواية أنه هذول كان يجيبون أولادهم الصغار يعني عمره 9 سنوات 10 سنوات يقول لبابا أنا لمن أكبر أموت ترها تشوف هذا هذا ترى مجنون يعني نوح عليه السلام لا تسمع الكلام لما يأس الله هاي الكلمة ملطيفة بس بعد اللغة العربية أو كل اللغات ضيقة لما صار اليأس الكامل والحجة تمت أتى جبرائي كبير الملائكة يجي يا نوح تدعو الآن وقته خوف شا سوى لا الآن باقي 50 سنة بعد 900 سنة راحت شنو أسوي أمر قومك أن يأكلوا التامر عجيب التامر شنو دخل بالعذاب كلوا التامر وأغرسوا النوات وغرسنا بعدين شنو بعدين يصير نخل يصير تامر هم أكلوا وأغرسوا أكلوا أغرس يقولون ثلاث مرات هسه ما أدي التفاصيل بعدين أتى العذاب خوب طيلة هذه الفترة طبعا نوح عسب التحقيق التاريخي كان يعيش في الكوفة في النجف في العراق يعني ويقال أن سفينته صنعت في مسجد الكوفة يعني بيته كان هناك عسب الآن أحد المحققين اللي يسموه مادري بيولوجيين شنو اكتشفوا أنه نعم صحيح نوح كان يسكنه في هذه المناطق المهم السوين معريسكم مو مهم ف لم يؤمن به يسن لم يؤمن به ما يخالف أريد أشرح تفاصيل تصلنا إلى فهم الآية لأن فهم الآية شوية دقيق يقول تعالوا قتلوني فأجمعوا أمركم وشراكاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم أقضوا إليه ولا تنظرون يعني شنو تعالوا قتلوني القصة هكذا أنه كانوا يؤذون نوح ويؤذون أصحابه حتى رأيت في رواية اليوم أنه يضربونه ضربا مبرحا أو مبرحا ويلقونه أمام بيته ثلاثة أيام ما يقدر يقوم من بيت من مكان والجروح على جسده يضربون نبيهم شايف عمره تسعمائة وخمسين سنة أكثر قبل النبوة كان لابث في قومه يعني تسعمائة وخمسين سنة كان تبليغ قبل كم سنة كان قبله هذا الشنو يعني يعني وصلوا إلى آخر حد من الكفران ومن العناد ومن اللجاج والجحود طيب هناك جبرايل قال يلا تفضل والقصة معروفة عندكم شارحيها في سورة نوح لما كنت شباب طبعا وأنا كنت شاب مثلكم قبل يمكن عشرين ثلاثين سنة شرحناها بشكل مفصل ما أريد أشرح أريد أقول لك أجواء الآية هذه شنو أجواء الآية فقط تشير إلى آخر القصة متفاصل القصة ليش؟ لأن الآيات السابقة السياق شي يقول الآيات السابقة ينذر المشركين بنزول العذاب خب يا رسول الله يا محمد اللهم صل على محمد الله جيب لنا تجربة حية سامعيها سمعتوا بنوح سامعين شنو صار ما أدري يقولون أنه غرق غرقوا الناس يدرون في الشيء مشوه يقول واتلوا عليهم نبأ نوح اقرالهم احشيلهم يعني الله يدى يحشيلهم الله يدى يتلوا واتلوا يعني تفاصيل منك اشرح لهم هنا لا في سورة يونس فقد يأتي بالآخر القصة آخر القصة شنو العذاب لما يأس نوح ونزل جبرائيل أن الله قد أذن بالعذاب وجاب دسر وياه دسر يعني شنو في آية أخرى مسامير جاب مسامير كومة من وين من الجنة هذني المسامير تجعلها في السفينة السفينة عظيمة جدا ثلاث طوابق كما يقال في الروايات التاريخية طابق للحيوانات الوحوش طابق للأنعام طابق للناس هم مش قيد 80 نفر عند زوجتين الزوجة الأولى أم كانعان كافرة وكانعان أيضا كافر في سر نوح بابا دان بن شاست اللغة الفارسية يمتجي في العربية الصداقة والصحبة تجعله من الإنسان ابن النبي يصير كافر نعم مختار بعد ومجبور عند زوجة ثانية أم سام سام اللي بعدين صار نبي وصيه كان عنده ثلاث أولاد غير كان عن سام وحامو يافث أصور هذول بعدين صاروا خلائف الأرض الآن نقرأ طيب آخر القصة شنو اللي تناغم والسياق ما يخرب يعني السياق الآيات القرآنية آخر القصة العذاب ثم وطل عليهم نبأ نوح إذ قال يعني الوقت الذي الزمن الذي قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إذا أنتم مت تتحملوني تعالوا نصفي عجيب هذه الآية تذكرني بيوم عاشراء صلى الله عليك يا أبا عبد الله نفس هذه الآية قرأه الحسين صلوات الله عليه أمام جيش عمر بن سعد نفس هذه الآية يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أنا عندي مقام عند الله أنا نبي أو مقامي يعني جلوسي معكم أنا مواطن مثل ما أنتم مواطنين في هذه القرية أو في هذا البلد إن كان كبر عليكم كبر يعني ثقلة بعد ما تتحملوني وبعد شنو وكبر عليكم تذكيري أنا أذكركم بالآخرة وأذكركم بالمعال وأذكركم بالوعظ والإرشاد صيروا خوش وادهم لتظلموا الناس لتأكل أموال الناس أنا هذا الشغري ما عندي شي ما عندي طمع والتذكيري بآيات الله آيات الله يعني صحفي نوح يعني كان يجيب لهم شلوني أحنا عندنا القرآن إذن ذاك كان عندك كتاب سماوي وهو أول أنبياء أولي العزم تدرون بعد آدم مو من أولي العزم أولي العزم شم نفار خمس أولهم نوح ويسمى شيخ الأنبياء ليش لأنه عمر طويلا شيخ نوح إبراهيم موسى عيسى نبينا محمد صلى الله عليه إن كان كبر عليكم مقامي مقامي عندكم أو مقامي عني نبوتي مقامي عند الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله يتوكل ما عندنا في مشكلة ما عندنا نزاع ليش تضربوني ليش تأذوني ليش تحاصرون أهلي فعلى الله توكلت هذه الآية عندما تقرأ على مشركي قريش ذاك اليوم في مكة اتهز مشاعرهم وتخوفهم يعني رسول الله يا رسول الله قل لهم مثل نوح فعلى الله توكلت النبي في مكة كم نفار كانوا قل قليلة وبعضهم من منافقين ما كانوا زين مسلمين قل لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا جانوا عند النبي بس أغلبهم زينين انتوا قل مثل نوح سوي هذا كل تعليم للنبي ولأصحاب النبي في مكة فعلى الله توكلت شيردون تسوون فأجمعوا أمركم جدا قوية رتبوا أموركم أسلحة تريدون تهيئون أسلحة تهيئون حرب بعد مجابهة أجمعوا أمركم رتبوا أموركم قرروا ما تريدون أن تعملوا وشركاءكم من وياكم أسنام إشارة إلى الأسنام ما وهما يقولون الأسلام هذه شركاء أو شركاءكم الربع وياكم في كل مكان من الدنيا ثم هذه مهمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة غمة شنو يعني ليصير مشوش فكروا شوية هذه الآية قرأها الحسين صلى الله عليه يوم عاشرة يعني شنو يعني يا جيش عمر بن سعد دير بالكم وإنت ترحون أنتوا تقتلون ابن بنت رسول الله عليش نفس الحالة بين نوح وقومه لا يكن أمركم عليكم غمة هما الشيء الذي يخفي الحق يسمو غمة يخفي ليكن أنتم مشتبهين دير بالكم إذا تردون تقتلون يقتلوني بس لا يكن عليكم أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه تعالوا عليه تردون تقتلوني تعالوا ولا تنظروني هذه النون به كسرة يعني لا تنظروني الياء تحذف وتجعل كسرة تحت النون بعدين عندما نوقف يردون يقوم وقف شنقول ولا تنظرون ولكن في الأصل شنو هي ولا تنظروني الياء تحذف يعني لا تخلوني بعد تقتلوني تعالوا اقتلوني ايه تعالوا أنا حاضر أنا جاهز الحسين نفس الشيقات سلام الله عليكم فإن توليتم انتوا بعد ما تريدون تقبلون كلامي أنا ما سأل منكم أجر لا سلطان أريد لا كرسي لا منصب لا أموال لا نساء ما عندي ما أريد منكم شيء فما سألتكم من أجر مش شخص الذي جاي إذا عنده مصلحة النبي ما عندنا مصلحة مصلحة ما بالكرسي أو المنصب أو الأموال أو النساء نوح يقول لكم يقول لهم فما سألتكم سابقا يعني تسعمية وخمسين سنة أنا وياكم ويا آباءكم أجدادكم يوم طلبت منكم فلوس يوم طلبت منكم منصب رئاسة فما سألتكم من أجر أنا أجري على منه إن أجري إلا على الله سبحانه وتعالى أنا أخذ أجري من الله وأمرت أن أكون من المسلمين أمر فطري عقلي هذا أمر مو بس أمر من الله عقلي يحكم علي فطرتي تحكم علي والله قد أمرني أن أكون من المسلمين يعني أسلم أمري إلى الله مو مسلمين يعني مسلم وهو كان مسلم طبيعي إن الدين عند الله الإسلام كل الأديان إسلام ولكن هنا أنا مسلمين يعني أسلم أمري إلى الله أنا حاضر بعدين يقول تعالى سفينة سفينة السفينة طول هشقال عرض هشقال ارتفاع كلها موجود في الروايات تسع لكل مخلوق من نبات أو حيوان أو إنسان الإنسان ثمانين نفر يقولون إما أقل أو شوي أكثر ثمانين نفر بعد تسعمية وخمسين سنة يعني حقيقة هذول الأنبياء هشقال صبورين كانوا هشقال يتحملون هشقال تحملون حتى أوصلوا العقدة إلينا نبينا هكذا أئمتنا هكذا علماؤنا هكذا بعد شنو طابق ها الجبرئيد قال له كل هذول اللي أحياء لازم يتوديهم إياك حتى الوحوش فبأمر من الله أمر تكويني هذا يسموه مو تشريعي يعني ولاية تكوينية أعطاه الله إلى نوح عندما نقول أئمتنا عندهم ولاية تكويني هذا دليل طيب شنون أناديهم أناديهم يا نوح الأسود الذئاب النمور الفيلة القطط كل الحيوانات أناديهم عجيب هذا كان نوح ينادي باسم هذه الحيوانات ومن كل حيوان زوجي أتي والبقية غرقوا أجوا ودخلوا في الطابق السفلي أنت يا نعام الخروف البقر الجمل البعير آل آل إلى آخره تعالوا أجوا اذهبوا البشر منهم ثمانين نفر يلا اركبوا السفينة إذولا كل يباعون يستهزئون به يقول هذا شبيهم إذول مجانين أولا سفينة تبنى في أرض قاحلة ما بها قطرة ماء صحيح أكون نهر مثلا يمكن نهر نجلة عفوا الفرات كان في الكوفة لأنه في الكوفة كان خب أصلا ما نرى هذا النهر ذاك اليوم كان موجود أو لا بس بالنتيجة أرض قاحلة يعني ما بها بحر فكانوا يستهزئون بنوح وبقومه يقول لهم يجي يوم حنا نستهزئ بكم وفار التنور الله أكبر يقولون هذا التنور كانت زوجة الكافرة كانت تطبخ خبس تخبس فد مرة شافت أنه الماء انفجر من التنور فأتى نوح وخمدها من نار قال يصبح نركب السفينة ماذا دعوة وفارت التنور من الفار كل الأرض بعيونها فارت الله أكبر وكل السماء بأمطارها نزلت وهطلت ماء من كل مكان لا يفور ركبوا ركبوا السفينة والسفينة وذولاك شافوا ماكو مجال غرقوا كلهم في عقيدتنا سهنانة بعض المؤرخين يقلون هذه بس في منطقة الشرق الأوسط بقية الدنيا ما كانت من أدريه تفاصيل من أدريه تفاصيل ماكو بالرواد ولكن حسب الظاهر القرآني كل العالم كل الكرة الأرضية حسب الظاهر خب ذول ركبوا في السفينة شنو صار فكذبوه كلمت يعني يعني آخر القصة جايب هينان للسياق القرآني قلت لك فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك فلك يعني سفينة اركبوه بقى منه برقك كنعال المقرود قال نوح يا ابني تعال اركب قال السا آوي إلى جبل يعصب قال لا عاصب اليوم من امل الله ما اكو عصم بعاد ما اكو واحد يدافع عنك راح لك وجعل نهم جعل منه اصحاب نوح الثمانين نفر هس قدبقوا بالسفينة طافوا الارض اجوا إلى مكة حتى اكو في الروايات انه اجوا إلى مكة السفينة اجت مع المياه طافت الكعبة وحجة واناك اين طواف سووا بعدين رجعت إلى الكوفة المهم امر الله سبحانه وتعالى العيون ان تجف وماء السماء والمطر ان تقلع كما في الآية نزلوا من السفينة شنو صاروا وجعل ناؤم خلائف خلائف جعل شنو خليفة خليفة لمن لمن قبلهم البشر الذين كانوا راحوا هذول صاروا خلائف اجوا بعدهم واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ايها المشركون هسه سورة يونيس مكية النبي كان لو من تنزل السورة يقف في المسجد الحرام ويقرأ هذه السورة وهذه تهزهم اللي فطر تزيينة وانسان منصف يجي يسلم يصير مسلم والعنود يبقى عنود واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا التكذيب بآيات الله نتيجته العذاب فانظر يا رسول الله فانظر يعني اعلم الخطاب ينذرون فالاسم المفعول يصير منذرين عاقبة المنذرين الذين كذبوا عاقبتهم الهلاك في الدنيا وفي الآخرة العذاب بس بعد باتشير ان شاء الله ان بقينا احياء نكمل بقية الآيات ونعرج على قضية اخرى وهي قضية موسى عليه السلام وفرعون هذه القصص كما قلنا في اول الحديث يأتي بها الله برهانا على كلامه وانا لما انصح مثلا انا كمعلم انت كمعلم في الصف تريد تنصح تلاميذ تقول لهم في شي نصيحة موعظا بعضين لازم تجيب لهم في تعينه من الواقع المعاش شفتوا انه شنو صار شفتوا القضية الفلانية شفتوا قضية كورونا شفتوا قضية الحرب شفتوا قضية الغزو مثلا شفتوا فلان صديقكم هش شكل صار يجيب لك قصة القرآن هكذا بمقدار سياق الآية السابقة طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية اما الموعظة الاخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صل على محمد وآله محمد الله وآله وآله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية يعني رأى اشتغلوا بالسوق ابنوا ازرعوا تاجروا والدات صادرات اكتسبوا مال من المؤمنين بس مال من غير معصية غش ليكن بها كذب ليكن دجل ليكن خب هذا طوبى له يعني هنيئا له بعدين عندما حصل المال شي سوي وانفقه في غير معصية الله اعطاك مال ملايين وانصرفته في الفسق في الوجه والفجور هذه نعمة الله طوبى لمن انفقه في غير معصية نيال وعاد به على اهل المسكنة زاد عند الفلوس ما يجمد رصيد او ارصد في البنوك عاد يعود يعني ينفقه به على اهل المسكنة يعني الفاقر مسكين يعطي للمساكن هذه وَجَانَبَ أَهْلَ الْخُيَلَاءِ وَالتَّخَاءِ وَجَانَبَ أَهْلَ الْخُيَلَاءِ وَالتَّفَاخُرِ وَالرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا الصديق والرفيق يؤثر على نفسية الانسان على سلوك الانسان على عمل الانسان يتفاخرون بأموالهم وقصورهم الان الحكومات تتفاخر بأساطيلها انا عندي هلقى الطيارة لكن يقول انا سامعين بالأخبار كل واحد يفتخر 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 بما عنده بعد شنو جانب هذولا وجانب المبتدعين خلاف سنتي العاملين بغير السيرة يفتخر يفتخر لكم حسنة مع بعض حسنة مع الناس خلقه ميزة المؤمن الأخلاق الحسنة وبدل لهم معونته مو بس أخلاق باللسان إذا يريد عون يطي عون يطي مدد وعدل عنهم شره والشر لا يصل إلى المؤمنين حول ها اللهم ارزغنا توفيق الطاعة وبعد المعصية اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يَا مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ